السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع متتبع قناة محمد الفلالي في هادلة فيديو جديدة. اللي من خلال هاد الفيديو غدين نلخصوا بعض دروس للدورة الثانية السنة الثالثة اعدادة. مسلك عام اه مادة الفيزياء والكيمياء بالنسبة للسنة الثالثة اعدادة في جزئها الاول. اذا غدين بدأوا على باركتي بخصوص الدرس الاول اللي تعرفوا اه في الدورة الثانية اللي هو الحركة والسكون. اذا كنقول حركة او سنكون بالنسبة للجسم لا نقول ان جسم في حركة بالنسبة لجسم اخر اختيرك كجسم مرجعي. اذا انتقل او تغير موضعه مع مرور الزمن بالنسبة للجسم المرجعي. والعكس صحيح في حادث السكون. اذا انتبقى البسافة بين الجسمين ثابتة. اذا هناك تعرف ما يسمى بالمصار. اذا هو خط المتصل الذي يصل مجموع المواضع المتتالية التي تحتلها نقطة من هذا الجسم خلال حركته. وممكن يكون هذا المصار ممكن يكون مستقيمي. وممكن يكون هذا المصار كذلك منحاني. وممكن يكون دو مصار دائري. اذا ندنا الثلاثة ديال الانواع ديال المصارات. مصار مستقيمي او مصار منحاني او مصار دائري. صافين? اذا هذا شيء يخص بالنسبة للحركة او السكون. اذا قلنا عندنا الجسم في حالة حركة بالنسبة للجسم اخر كنسميه بالجسم المرجعي. اذا انتقل او تغير موضعه مع مرور الزمن. ثم عندنا كذلك انواع الحركة. اذا ندنا يا اما حركة دواران يا اما حركة ازاح. دونك منسبة للحركة ديال الدواران الجسم كيكون في حركة دواران حول محور ثابت. اذا كان اسمع اذا كان لجميع نقاط الجسم مصار دائري. ممركز حول هذا المحور. ويا اما حركة ازاحة. بحيث يكون جسم ما في حركة ازاحة. اذا حافظت كل قطعة. مثلا قطعة عبي مع الجسم على نفس المسافة والتجاه والمنحة اثناء الحركة. اذا انا فقاش كنقولوا. واحد الجسم في حالة دوارات او واحد الجسم في حالة ازاحة. ثم لنتعرفه لما يسمى بالسرعة المتوسطة وطبيعة الحركة. اذا احنا كنعرفوا ان السرعة المتوسطة كتتعرف بالعلاقة التالية. اللي هي في كتساوي دي على تي. بحيث ان الدي هي المسافة المقطوعة. والتي هو الزمن. والوحدة ديال دي اللي هي المسافة هي المتر الام. والوحدة ديال تي هي اس اللي هي السيقوند. وبمعنا ان الوحدة ديال في ديال الصرعة هي ام على اس. يعني المتر على السيقوند. سافي. اذا انا اتشي كي خص بالنسبة للصرعة المتوسطة وطبيعة. غاد نشوفو من بعد. غاد نشوفو الطبيعة ديال الحركة. يعني ناتير دي موفمو. هذا الصرعة المتوسطة ليالا فيتاس موين. دونك اه بالنسبة للطبيعة ديال الحركة. ممكن تكون هاد الحركة كتتاخد ثلاثة ديال الانواع. يا اما حركة منتظمة. يا اما حركة متسارعة او متزايدة. يا اما كنتسميها حركة متبطئة. يعني في الحالة ديال الحركة المنتظمة كتكون المسافة تابتة. والصرعة كدريك كتكون تابتة. بالنسبة للحركة المتسارعة كتكون المسافة متزايدة. والسرعة كذلك متزايدة. بالنسبة للحركة المتبطئة فالعكس المسافة كتناقص والسرعة كتناقص. رابينا. ثم دا بغادي نشوفو الاختار ديال السرعة والسلامة الطرقية. عندنا ما يسمى بمسافة التوقف. يعني اه ديستانس ضغي ي environ. كاتسوي الدقر تسوي الدقر بلس دي quelque. ضانك عدنا الدقر بلس دي الف. يعني احنا عدلي نخدمه افطicable و覓ادنا انشوفو المسافة كيفوش ندير الحزب المسافة ديال التوقف. ضانك العواني المؤثرة على اه المؤثرة على مسافة التوقف عدنا الصرعة. عدنا حالة صائق عدنا حالة الطريق. وتجفة او مبللة. يعني لو كنتم بللة كل. نحتاج الصور عادي للتوقف أطوال وبالنسبة للحالة للعجلات والفرامل والظروف الجوية هاتشي قد نشوفوه في تمارين وقد نخدموهم كاملين ثم قد نشوفوه بعض قواعد سالمة الطرقية إذن أول حاجة خاصنا نحترمو قانون السيق خاصنا نحترمو الصور على المسموح بيها خاصنا نراقبو الحالة الميكانيكية ديها السيارة وخاصنا نجنبو الحديث في الهاتف أثناء السياق صفين؟ إذن هذا الجزء الأول إذن في الفيديو المقبلة إن شاء الله سنضع لكم ما يسمى بالجزء الثاني بالنسبة لهذه الدروس ديها الدورة ثاني يوم بعد سنضع تمارين توليفية وتمارين سبيقية إذن إلى اللقاء في الفيديو المقبلة